قريبة من الدولة بعيدة عن الميليشيا إنها شبوة تلك هي ميزتها وتلك هي أيضا مشكلتها التي دفعت القوى المتمردة والدول الداعمة لها إلى محاولة منع عودة حالة التعافي لهذه المحافظة فبعد أن خاضت معركتها مع ميليشيا الانتقالي التابع لإمارات اتجهت شبوة إلى تقديم نموذج مختلف للعمل في إطار مؤسسات الدولة وتفرغت للسعادة الأماكن التي تقع تحت سيطرة خارجين على القانون وقد نجحت الحملة الأمنية بحسب المؤتمر الصحفي لشرطة شبوة في السعادة كافة المباني الحكومية المحتلة في مدينة عتق خلال جميع المباني الحكومية التي محتلة من قبل بعض الأفراد الحملة نفذت عملها وتم عملت بشكل تدريجي بدأ بإشعار المواطنين أو بإشعار المحتلين وتوجيه لهم انذارات ثم تكمل وكل بالنجاح أن تم إجلاء جميع المحتلين لتلك المباني الحملة الأمنية وفق مدير شرطة محافظة شبوة العميد عوض الدحبول نفذت عملياتها بشكل تدريجي وأخلت المباني الرسمية من المسلحين وأعادتها للمؤسسات التابعة لها دون أي مساومة مالية أو تنازلات غير قانونية من أجل ندحر مشروع الميليشيات وأقمنا مؤسسات للدولة ونقيم الدولة لقد قررت شبوة بتاكيد مدير عام شرطتها عدم السماح بوجود أي ميليشيات على حساب الدولة فقوات الجيش والأمن تعمل كخلية واحدة وبانسجام مع النيابة والقضاء نافياً اتهمة بوجود سجون سرية أطلقتها تسريبات إعلامية تابعة للانتقال فأماكن الاحتجاز بالمحافظة رسمية وقانونية وتشرف عليها النيابة العامة وتخضع لزيارات دولية كانت شبوة قد أعلنت رسمياً عن وجود مخطط فوضى يستهدفها واتهم محافظها محمد بن عديو الإمارات بتمويل هذا المخطط بميزانيات ضخمة وتزامنت هذه الاتهامات مع تحركات مسلحة لمحسوبين على الانتقال في المحافظة وتعرض أنبوب نفط في كيلو 101 لعمل تخريبي وإحباط طائرات مسيرة حلقت بالقرب من منزل المحافظة وبنظر مراقبين فإن هذه الوقائع الأخيرة بقدر ما تهدد استقرار شبوة تدل على أن شبوة تمضي في الطريق الصحيح نحو الدولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر